هذه الجولة من حي التكاويين بمدينة الباوغا ولاية نهر النيل شمالية السودان هذا الحي هو ضمن عشرات الأحياء التي تضررت ضررا واسعا إزاء السيول والأمطار التي ضربت هذه المنطقة يقول أهالي هذه المنطقة إنهم يحتاجون لأبسط الإمكانات الخدمية وكذلك ناشدوا الحكومة السودانية بضرورة التدخل السريع لإنقاذ ما يمكن إنقاذه عشرات المنازل بل مئات المنازل هنا في هذا الحي هدمت حتى الطرق أصبحت وعرة فريق الجزيرة مباشر ما استطاع الوصول لهذه المنطقة إلا بصعوبة نحاول أن نرصد الضرر في هذه المنطقة وما الذي يقوله هؤلاء الأهالي هنا سير ديانة حوالي الساعة ثمانية وقسرنا كلنا نحن وجيراننا وجيران جيراننا ها وما في مسؤول للأندجاء ومنحتاجين للحكومة وما جاتنا ولا واحد فيهم إن الحكومة ما جاء قالي إيشنو الحاصل إيشنو والله الخبر إيشنو ونحن حاسم يضررين وبيوتنا وسط الموية وانتهن أنا واخواني وجيراننا يوسف عبد الباقي وطاها حامد والبلد كله انتهت ما فضل فيها بيت واقف ولا جاء الحكومة سألت لا جابوا خيم لا جابوا موتة وميناء لا جابوا دي لا جابوا دي ونحن متضررين في بعوضة تقيلة بعوضة تقيلة ونواميس ما فيه دي كلها الحاصل بيتوا لما تبادي انتهى كترقة في الواطة ما فو حيطة واقفة وبيت أخوي برضو محمد محمد مصمح حمد علي بخيت بي بير تطلع حاجاتك والله يطلعنا بسيط والباقي انتهى ما في مراكب جاوالك انتطلعوا بي حاجاتك ما في مراكب ولا في عربات ولا في هناجة وأجونة نهاية للاندا الموية علا من البحر نرد من البحر اللاكل والشرابة انتهى قدر المعون الخطيناء والله منتهى يا تب علا حسي قاعدين معا جيران طبعا زي ما شايفين الحاصل هنا في الباوغة خاصة كاوين جاءنا السيل ده بالليل والحاجة مطر لما انطلعنا لقينا الموية في الشارع اكتر من الفي البيت جوا ما قدرنا الا ترسل البيت عشان ما تجي موية من الشارع وطرح حصل الكسير والناس فقدت بيتها بالكامل وناس فقدت جزء والاضرار كثيرة والحمد لله جزاكونا الله خير والله محتاجين لقدامه والحاجة المصارف دي ناس اعملونا المصارف دي والحاجة الموية دي اول باول تتخرج لنا من من العشان ما تضايق البيوت بيتروت في الجدول وبيجينا راجع الموية هس فعلا ردت في الجدول لما انكسرنا الجدول سوينا البيوت هنا وقعت تكسرت كلها باندور يكون بابات بالغريب وبشري للترعة انتحويل الموية طوال الخور تحت تنزيل البحر ما يتضرروا منا كمان الناس اتحت والتاني الناس طبعا هنا فقدت اي حاجة في ناس وقعت البيوت ووقعت في العفش ووقعت في الهناي ولله حجم الدمار كبير فيه ناس تكسرت بيل كامل يعني ما فضل لها حاجة في البيت وعفشهم جوه تكسر تحت الهنايا فيه ناس يتكسر مثلا زي دا الحوش دا بيتنا الحوش والدوليسي والمتبخ دا باحتباره قليل باحتباره قليل في الهناي ما زي الناس الثاني لكن في ناس فقدت والله بس الحمد لله لأرواح الحمد لله لأرواح ما في والله بس نحن سريح سريح كده طلعنا الحاجة المهمة ما في ما في والله لحد هس ما في زول مزهول جانا أولا نقول غضاء وغضر لأنه المطر جاد من السماء السندي ما عهدنا أنا هستي حاليا عمري 63 سنة والحمد لله والله مطر من السماء فوقنا زيدي ما شاهدناه وبفضل الاله صرفناها نحن والجيران لكن بعد ذاك السيولة جاتنا والضرر الأول يمكن والأزل بحلة الترعة بتاعة المشروع الموية دقت في الترعة بتاعة المشروع وردت على الحلة ليه لأنه ما في مصر في نزيل النيل وحجم الضرر نحمد الله وكون بعد الشاكرين الماكلات المشروفات راحت والأساسات تلفت والحمد لله لأنه قضاء وغضر لكن أشيء البين يعني ما قال لي من هستي حاليا أول حاجة دورات المياه انتهت بفضل الاله نحن نشر من الموية جاء من الجيران والله وبعض الجيران سلموا جون اليوم والله شاهدين الفطور وشاهدين الخبز وشاهدين الفور والحمد لله ما قصروا معنا الجيران المشكلتنا مراحيد دورات المياه انتهت موية آبار ما في موية من النيل مشكلة موية الشراب دي هستني عشان أصل النيل أجيب جركانة واحدة وجالون بتاع موية معانا الكهرباء أنا والدي بمريض السكر الانسولي خطيني في زير ما عارفوا ناس تكون صالح ولا تلف موية المشروع بالكهرباء المشروع هستني عطل نتيجة الكهرباء المشروع تلعة المشروع ما في موية السيول جارفة بعضها المحطة اللي أوعدونا بيها من فترة يعني هستني لو كانت شغالة نحا المشكلة الحلة ما كون فيها مشكلة مياه شوط حتى الآن ما وصلنا مسؤول حتى الآن لحد اللحظة والحمد لله رب العالمين نحن أمسية الثلاثة الليلة الجمعة ما جانا مسؤول ما أنا عارضه كله زور زور عزره عنده نحن بناشد ما دام ناس الجزيرة مباشر جوني لعنهيني وقم عالتاني جوا بيت ركتر جزاون الخير ما فيش يمنع عالتانين بيت ركتر بي كارلو والحمد لله نحن بناشد المنظمات الطوعية والخدمية أول حاجة محطتنا بتاعة الموية محطة الموية اللي هي بتحل المشكلة كل زور تصلوا موية صحية الحلول الموقتة ما بابا بتجدي حاجة ونمر اثنين المصرف تم تعويض لكل زور بيتضرر من المصرف ده الموية دي لا يمن تطلع من هنا من الترعي للنيل ما أكون على حساب أفراد اللي بتتلف أرضه نتيجة المصرف يعوض أراضي فاضية ده 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 عشمنا واملنا دي المنازل نحمد الله وكم على الشاكرين للدمر التمامة موجودة والدمر الجزية موجودة والحمد لله رب العالمين حاليا البعوض حوجتنا في نواميس حوجتنا في موبيدات الشباب ممكن يطوعوا بعد الموية تبقى بيرك صغيرة صغيرة شبابنا بغطوا بفضل الله موجود مكتب الصحة هنا على المستوى أستنى المضط أنا الشهين شاهدناهم ما قصر والله والله والمدير اللي داري التنفيذ اللي كان هنا أستنى المضط والله لحد السليمانية اشتغل لا من جاتوا جاو دعمنا الباوغة في العاصمة وهنا ما قصروا موجودة هسي هسي حاليا نحن عشمنا برضو تجين المبيدات طور ماي بنشتغل طور طاير بنشتغل مع مع الشباب لكن الموية ده ما 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 الصحية طرق المحططنا في البيارة الرجاء بناشد كل الجهات الخيرية همها موية الباوغة موية الباوغة مش التكاوين وبس بتكلم باسم الباوغة كلها تشرب ويصح لانو الليلة والله الناس هستي عشان ما يطلعوا زي الناس والله انا في بيتي الصاهمين نصح صاهمات عشان الوعد ما تطلع زي الناس صاهمين ده كلام بلاتي قال انو لي والحمد لله رب العالمين انهارت المساكن والضعت بعض من العفش والاساسات واتضررة الاوسر كلها متضررة والاطفال ذلك من البعوض وما في يعني اي حاجة الغاز ما في نار عشان نحنا نشتغل بها في البيت ما في حاجة يأكلوها يشربوها ما في حكومة ذاتها نحنا جاتنا يعني من بدء هذا العمل هذه الامطار من نزلت يعني يمكن لها خمسة يوم نحنا الخمسة يوم دي لا جانا محتمد ولا جانا ضابط اداري ولا جانا مسؤول من الحكومة عشان نشوف الحاصل في المنطقة ونحنا زي ما مشاهدين هسوا شاهدتوا بشوفه من خلال هذه الكاميرا نحنا والله تعبانين تعب شديد واطفالنا ونسان الكبار يمكن شناهم كلهم رحناهم في غرية بعيدة بسراير شناهم ما في عربية ما في اي حاجة عشان تقدروا شنو تخش المنطقة دي ترحيل لنا ناس كبارنا ونحنا عشان نشير ذاته العفش الرحيلة ليوان نحنا ذاته ما عارفين فنحنا شدارينا منكم تساعدونا في اقرب وقت ومحتاجين والله محتاجين والله لمواد غزائية محتاجين لمواد غزائية محتاجين لغاز عشان نشنو نشغل البتجاز ونقدر نحنا نعمل حاجة لاطفالنا ولروحنا محتاجين لنواميس محتاجين لبرضو تأسيس لموية هلالشرب برضو نحنا حاجات دي برضها نحنا تعبانين فيها تعب شديد وعايزين خيام برضو زي ما شايفين نحن هاس عمحين نسكن في وما نحن البارحة لمسا جاتنا المطر دي نزلت طلعنا شنو بعض من المشمعات يمكن نكون خيتنا فيها حشان شنو نحط تطارين من من المطر وزي ما عشينا شايفين البيوت كلها منهارة ومنتهية موسيقى 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 المترجم للقناة 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 سابقت لكل مواطن راعي مسؤول منه والله قناة لا رحطين ما في حكومة يا إخوانا تدعى الزرل أبشار حكومة عندها طيران قال يجب الطيارة يقف في جبل داك نحنا رضيانين ما يقدر يصلنا هنا داك والله جانا وغلبي يخش لكن المسؤول محتمد والي رئيس جمهورية قاعدين في مكتب ويقولوا ما في شوارع ما في شوارع كيف الناس تموت يعني ناس حسي فاقد الصحة حسي المويدة بعد يومين خلاص نحن تعني وكفة زيدي ما بنقدر نقيفها من العفنة ومن البعوض دي جانب الصحي والشي اوصل الجانب بتاع الاكل والتغذي هذا قاعدة بص الحمد لله ان شاء الله العواقف تاي سليمة عندنا تلاتة شرائح الناس الشالحي الدي ممكن تقدر تغاهم عندنا العجزة كبار السن وعندنا النساء والاطفال يعني اذا يعني اذا نحنا قدرنا الليلة وباكر بعد باكر ما حانا قدر قاعدة وجزاكم للخير شكرا اللي والله محتاجين اول حاجة محتاجين للجانب الغذائي والجانب الصحي الجانب الغذائي بي اكمل والجانب الصحي بي اكمل اذا كان نواميس اذا كان مبيدات اذا كان الموية القاعدة الدي انه طاني خلاص ما بتقدر تصرف يجيبوا شفاطات الحكومة يجيب شفاطات الناس الدفاع المدني يجيبوا شفاطات ها يشطفوا الموية دي والناس يتعقم وشوفونا طريقة لت مياه شرب حس الناس ما ما غالبة تاكل لانه ما في موية وقع لك اي فقاعدة الحمد لله رب العالمين اي وان شاء الله ربنا يولي من يصلح ونسأل الله انه المسؤولين يبقوا قدر المسؤولية سوفing امرأة الحمد للشيط امرأة الحمد لله اي وان شروع امرأة حقا كن شروع لحوالك كن شروع هذا تم شروع من وقع المعالمين موية كن شروع بطاق شكرا